فيه ازمة موجودة دلوقتي عند عنديت القسم التاني طلع اقتراح ما عرفش مين اللي طلعوا انه عشان تحدد الصاعد للدورة الممتاز تعمل حاجة اسمها دورة بين الاربعة الاوائل يعني ايه يعني هقولها لكم يا ربك يكون حفظي صح يعني مجموعة القاهرة بيتنافس فيها سيراميكا والدخلية وبيتروجيت والنصر او السويس في المواجهات المباشرة يبقى النصر طبقا لللايحة يعني لكن هم متسويين في النقاط ولعبوا المباراتين فطبقا لللايحة النصر يبقى هو السابق السويس في الجدور حدش بس يزع المستويسة اصبره شوية حشرح لك بقية الكلام يعني ايه ايه انا بقول لك اللايحة بتقول ايه اذا كنت انت هتكتافي بهذا القادر وما تلعبش الخمس اسابيع وتاخد الاربعة وتعمل ما بينهم دورة زهابا وايابا هتبقى اللايحة في صف نادي النصر لا 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 خب سهر عبحق ولا عمر عبحق خالص بس انا بشرح لك بس اصبر اصبر للاخر الحلو جاي ورا ايه دا شوية ايه دا شوية كده عشان ببقاش ايه في زعيق وسريخي فبتكلم على سيراميكا على الدخلية على بيتروجيت على النصر الاربعة الاوائل المجموعة التانية فيها ضمنهور فيها غزل المحلة فيها فاركو فيها المنصور الاربعة دول الاوائل المجموعة الصعيد فيها بنسويف البنك الاهلي الالمونيوم شبان ايهنا حلو هناك اختراح بإلغاء الهبوط قالك طالما هلغي الهبوط ما نعمل دورة رباعية في كل مجموعة ويطلع الاول اختراح مجرد اختراح يعني مجرد ما ظهر هذا الاختراح الناس في السويس سرخوا قالك لا انا متساوي في النقاط مع نادي النصر النصر مالوش علاقة بالموضوع خالص هو فوجئ بهذا الاختراح يعني واذا حصلوا بيانات وبعدين فجأة يكيلوا الاتهامات لدكتورة صهر عبدالحق وهذا امر آلمني شخصية يعني قبل ما تكيل الاتهامات اعرف بس الموضوع شكله عمل ازاي يعني والست ما لقاش علاقة هي التصادف انها كانت رئيسة نادي النصر سيدة شديدة الاحترام وحد طرح هذا الاختراح نادي بني سويف رفض هذا الاختراح نادي سيراميكا رفض هذا الاختراح في البعض وافق بيول بعض رفضوا يعني لكنه كان مجرد اختراح طب ايه اللي حيتعامل داخل اتحاد الكورة هو عنده ازمة انه الاندية بتطالب بإلغاء الهبوط فقال لك اللي اقتراح لما جيه قال لك طالما ما فيش هبوط هيبقى فيه تفويت مش اسف مش تفويت بلاش تفويت يعني مش هيبقى فيه حماس فالمطشاط يعني تلعب مع المتنفسين وخلاص على السعود يعني وجهة نظر يعني بس وجهة نظر غير منطقية على الاطلاق ما فيهاش منطق خالص ولا لها معنى وكل الاحترام للي قدمها وبالتالي حاجتين هيحصلوا داخل الاتحاد الاولى انه الدوري هيكمل زي ما هو لاخناءة بين السويس ولا بين النصر ولا اي حاجة الدوري سيكتمل كما هو احيبقى فيه تكلفة مادية الافضل انك تضحي وانك تدفع احسن ما في يوم الايام يقولك انت عملت دوري غريب وعملت نظام غريب ما له من يعني شأن من قبل يعني محدش شاف الدوري ده والدورة الربعية والثلاثية وحكاية القص واللازق دي للأسف الشديد يعني ما صدقنا انها اتشالت فانا ارجو من الصديق العزيز استاذ عمر الجنيني ورفاقه انسى موضوع اللجنة الربعية دي او الدورة الربعية دي ما شفتهاش قبل كده والنية تتجه داخل الاتحاد الى اعتماد ده الى لعبة دوري العام زي ما دوري ممتاز هيكتمل ما طب انت ما عملتش ليه دورة الربعية فوق يعني ما كان نفس القص اعمل دورة الربعية واعمل دورة الربعية وفي ناس في النص وخلاص خلص القصة بالشكل ده هتقولي الامر مختلف لا وهو هتقولي ياسل فوق فيه هبوط ما انت لسه قررت هبوط لمقارش هبوط ودي نقطة مهمة هتكلم مع حضراتكم فيها موضوع الهبوط في القسم التاني لم يتقرر بعد هم عندهم حسن حظ انه عدد الاندية قليل اتنشر نادي والاتجاه زيادة عدد الاندية وعدد الاندية زي ما قلتلكم قبل كده اوائل المجموعات في القسم التالت حيسعدوا مباشرة الى الممتاز به يعني مثلا نادي انا نادي كفر الشيخ بن باركلهم من دلوقتي انه هم خلاص صعدوا انتهى وفي بعض الاندية لسه فاضل لها مباراة ولا مبارتين ولا حاجة عشان يبقى السعود فعندهم هيبقى عندك اتنشر فريق موجودين هيسعدوا حيتم توزيعهم على المجميع لو الاتنشر انت طبعا هيطلع الاوائل فهيبقى عندك فرصة انك تعملهم ست شراط في حالة الغاء الوبوت لكن هل تم الغاء الوبوت لحد اللحظة اللي انا بكلمكم فيها والحد ما يبدأ الدور بتاع القسم التاني محدش هيبقى عارف تم الغاء ولا لا قد يكون توجه اقرب وقد لا يتم لكن قد يكون هو التوجه الاقرب لكن مش معنى كده ان حضرتك تلغي الدوري او تعمل دورة ربعية فالتوجه الاقرب او الغالبا هيتم في القسم التاني ان الدورة هيكتمل بالكامل الصعود خلاص هيبقى للأوائل الهبوط ده موضوح يبقى في شد وجذب واخد رأي وقصص وحواديت ويرجعوا ويروحوا وييجوا لحد ما يستقروا على النظام المؤكد ان المجموعات السنة الجاية 16 من الاخر المؤكد صعود الأوائل مباشرة لانه كان هناك الحقيقة وانا مش فاهم الناس اللي بتتكلم يقول لك دول العظماء بتوع اللوايح والمسابقات وشغلانا انك بتجيب من على مستوى جمهورية مصر عربية بالكامل بتجيب ثلاث فرق من 200 فريق تسعدهم ما شفتاش في حياتي العذاب والظلم وعلى فكرة الانداء بتحب كده قوي والقط يحب خناقه يبقوا صعداء قوي فرحانين قوي ويجي يشتكيلك ويسرخلك ويعيطلك لكن ما يشوفه بيعيط من الفرحة من البهجة من السعادة يعني ما تفهمش يعني الحقيقة ما تفهمش لكن يجي ولك النظام واحنا على فكرة مش عارفين نعمل نظام دوريات بقى لنا سنوات طويلة جدا مش عارفين لانه مفيش نظام واضح انت بتيجي تقول على انا اه هعمل سنة جاية الدوري اتناشر ماشي فيجي حدولك خليه اربعتاشر حاضر خليستاشر حاضر ده احنا في سنة انتخابات تمنتاشر هكذا مش عارف تعمل نظام وشيل ده وحط ده وحط الدوري واجل واعمل وخلي وسوي مفيش اي نوع من انوع النظام طول ما مفيش روابط للاندية وهزير الرابط هاي اللتي تتدير المساقة كل سنة وانت طيب طول ما انت تقول انا هعمل دوري محترفين من اربع عشرين ده يقول لك ما ينفعش على مستوى جمهورية مصر عربية ما ينفعش عندنا النادي في السلوم وعندنا عندي اف مرسى مطروع عندي اف اسوان هيروحوا ازاي هتلعب ستة اربعين اسبوع ازاي مهم ستة اربعين اسبوع ما حدش بيسمع الكلام ما حدش بيسمع الكلام خالص وتيجي في الاخر تحصل القصة اللي بقول لحضرتك عليها دي يعني فالقصة لمحتاجة بيانات من نادي السويس ولا محتاجة حد يتكلم في هذا الامر انه هذا الدوري حيكتمل حيكتمل بمعنى حيكتمل لانه ما ينفعش غير انه يكتمل والناس اللي يعني اجتهدت وقالت اربع دورة ربعية مشكورين على هذا الرأي لكنه رأي غير صائب ولا يمكن ابدا انه يبقى موجود